أهدت شركات أمريكية وإفريقية والبنك الدولي باستثمار أكثر من 17 مليار دولار في مشروعات للإنشاء والطاقة وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا فيما يظهر الاهتمام الاقتصادي الأمريكي بالمنطقة التي تتمتع بنمو سريع وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن شركات بلاكستون ستستثمر في مشروعات الطاقة الإفريقية وسوف تشارك كوكاكولا إفريقيا في تنظيم المياه في المجتمعات وسوف تساعد جنرال إلكتريك في مشروعات البنية التحتية في إفريقيا وسوف تبني ماريوت المزيد من الفنادق وجميع الشركات ستعلن اتفاقيات جديدة في الطاقة النظيفة والطيران والمجال المصرفي من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال اجتماعه مع الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا في إطار القمة الإفريقية التي تستضيفها واشنطن إن الصراع في جنوب السودان غير مقبول تماما وقال كيري إن هذه الحرب لابد أن تتوقف حالا مضيفا أن الزعماء الأفارقة سيعودون إلى منطقتهم للاجتماع قريبا في أديسابابا لاتخاذ قرارات بشأن إجراءات خاصة لضمان انتهاء الحرب وتطرق الزعماء الأفارقة خلال القمة إلى انتشار فيروس إبولا ووصفوه بأنه تهديد للإنسانية ودع الزعماء الأفارقة والرئيس السنغالي ماكيسال إلى ضرورة مواجهته دوليا للحد من انتشاره وتعبئة العلماء والباحثين على مستوى العالم للعمل على مكافحته وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يأمرون في أن تعبر القمة التي تختتم أعمالها يوم السادس من أغسطس في واشنطن والتي شارك فيها نحو خمسين زعيما إفريقيا عن اهتمام أمريكا بالنمو السريع للمنطقة من خلال مجموعة من الشراكات الخاصة الحكومية لتعزيز التجارة والاستثمار وعي الجمال رايزارس